مش عايز عامل خير تاني في حياتي خلوس يلا عملتها خلوس قالوا أجددنا خير تعمل شر تلقى مش هعمل خير تاني في حياتي وسدق اللي قال خير تعمل شر تلقى يا رب اللي حصلي واللي مريت به الأيام اللي فاتوا ربنا يبتليكوا بيه واتدقوا جمهورية الخير غادة عمر ظهرت منهارة وبتعيط بعد الإفراج بكفال عنها لما تقبض عليها وقررت هتبطل تعمل الخير وتختفي من التكتوك خالص وكفاية لحد كده واللي مرت به واللي حصل لها فيترى هل كل اللي تقال عنها حقيقة ولا مظلومة وإيه حصل معاها بعد كده مفجأة عن رد فعل الجمهور اللي بين مؤيد ومعارض الجمهور كان مستغرب العز اللي باقت فيه غادة عمر جمهورية الخير وفجأة من بيع على عربية كبدة لصحبة جمعية خيرية بتجمع الفلوس وتعمل وجبات وأعمال خير للمحتاجين وفيه بقى اللي كان مؤيد ليها وللي بتعمله وقالوا إن الكل بيشهد لها بالجدعانة والشقة وإنها ست بمية راجل إنها تقف طبيع على عربية كبدة عشان بتمدش إيديها للغريب وتربي عيالها بالحلال فما فيهاش حاجة لما الست الشقيانة دي تطلب الدعم وهي على عربية الكبدة خاصة لو فيه الخير زي ما بتعمل وفيه اللي بيهجموها بسبب اللي بتعمله وإنها بتعمل خير وتطلع لايف وهي بتوزع الصدقات عشان الفلوس والشهرة وبتتباهها وكده وقالوا الفلوس جننتها وإنها بتلم من العرب الفلوس دي وأكيد لمصلحتها في البداية لكن هي ردت وقالت مش الفلوس اللي جننتني اللي جنني نجاحي هو ده اللي مخليني طايرة من الفرحة قالت كمان إنها من صغرها متعودة على حب الخير والصدقات وولدها كان بيعمل قدامها واللي في إيده مش لي عشان كده كتير من المتابعين طلبوا منها تخلي حبها للخير ده بشكل رسمي وقانوني وبعيد عن السوشي الميديا ويكون عندها زي جمعية أو مقر تقدر من خلاله تعمل الخير اللي نفسها فيه وتبعد عن الشر وتغنيله وتبعد عن الهجوم وتلفيق التهم اللي بتتعرض له دايما وفعلا ده اللي عملته غادة لكن لن ناس ثبتها في حالها ولا الجمعية كانت سبب في إن التهم تبطل تلحقها وتقدم بلاغ ضدها وتقبض عليها وتوجه لها تهم كتير من ضمنها النصب وإن الجمعية دي كسطار لأعمال نصب وإنها بتستغل الصغار عشان تلم الفلوس من اللايفات اللي بتعملها وقعت غادة كتير ومرت بظروف صعبة وهجوم وانتقادات أكتر وكانت بتقوم وتكمل وما كانش بيشغلها كلام الناس اللي هي عارفة إنه لا بيقدم ولا بيأخر وشافت كتير في حياتها وده كان بيقويها وشايفة إنها نكحة وعشان كده بيحصل معها ده لكن أزمتها الأخيرة كانت السبب إنها هتبطل تعمل الخير لقدام الناس ولا من وراهم وظهرت في فيديو بعد الإفراج عنها ويقال إنها خرجت بكفالة وقالت أنا بتنحة عن رئاسة المؤسسة الخيرية ومش عاوزة أعمل خير تاني في حياتي وسدق اللي قال خيرا تعمل شرا تلقى أنا أسف على الخير اللي عملته وبسأل ربنا إن كل التفاصيل اللي شفتها في حياتي الأيام اللي فاتت تدقوها ويبتليكو باللي يأذيكو زي ما أزيتوني في حياتي اتمنوا أنا بخير لأن من يتق الله يجعل له مخرجا وشايفة إنها تظلمت كتير من الناس الغريب إنها من فترة نشرت صورة وهي على جهاز تنفس وتعبانة في المستشفى حد قال لها إنها بتمثل كعدتها وإنها تستحق الأوسكار فردت وقالت حزبي الله ونعم الوكيل يارب اللي أنا شفته ومرت بيه تمر بيه انت كمان البعض تفاجئ إنها خرجت من الحبس وقالوا إنها هترجع تاني بسبب البلاوي اللي وراها والعز اللي بقت فيه فجأة شكلها تغير العربية لرجبتها وده كله فغمضت عين وفي اللي كان عارف إنها من الأول مسألة وقت ومسرها تتكشف واللي بتعمله يظهر على حقيقته فيطرى فعلا هي مظلومة ولا تستحق الحبس ده اللي هنعرفه الأيام اللي جاية وهل هترجع في كلامها وتكمل الخير اللي بتعمله ولا تنحت فعلا زي ما قالت